اشتركوا في القناة فول ميك اوب كعب عالي مفيش في تاريخها اي صورة لها بشكلها الاصلي او بطولها الحقيقي دي اللي بتفكرنا بنجمات الدراما التليفزيونية بتوعنا بقى اللي بيصحوا ويتمطعوا على السرير والرش بيلمع والقصة متستفة بالشعرة في ناس بتشوف الست دي واحدة شايفة روحها وما بتفكرش غير في نفسها لا انا شايف العكس تماما يمكن هي بتعمل كده علشان خطرنا خايفة علينا مين عارف لو وجهتنا بشكلها الحقيقي هيحصل لنا ايه دي ست بتتعب واللي في جيبها مش ليها مشكلتها بس انك على ما تبدأ تتعود على شكلها بتكون غيارة اللوك من الاول خالص فيعني بتحس معاها بالغربة طول حياتك تقريبا في طبعا الست العملية دي عكس المدندشة المتغيرة اللي تكلمنا عنها دي خالص بانطلون تيشيرت جازم فلات كحكة بتقرأت ضوافرها غالبا ويقوم لما تدلع بقى وتحط كلونيا مش بيرفيم لا كولونيا دي مزيتها انها خمس دقايق وبتكون جاهزة بس سعبها انها ساعات بتفكرك بابن خالتك سنك كده فقا تقفيلك شوية ولما تفكر تفاجئها في يوم رومانسي وتجيب لها ورد وشامع والجودة بترمي الورد طبعا علشان بيلم نمل وقرف وتشيل الشامع في كيسة صمرة وتحطه في الصندرة علشان هنولعه النار هتمسك في الستاير أو العيل هتاكله عشان ريحته برطقان والجودة عملية قوي مجرمة كمان فيه الست الزكية المستقلة ست مثقفة نجحة فهمة أرية مستوعبة الأشياء مزيتها انها ست يعتمد عليها شخصية مستقلة تتفاشخر بيها في كل الأعداد والنقاشات مشكلتها بقى انها بتبقى هرشاك دايما فما بتعرفش تصيع عليها ولا تحور ومشكلتها كمان انها ساعات بتهنج منك عادي يعني ده عب الأجهزة الزكية كلها للأسف فيه بقى الست الأم حتى لو ما عندهاش ولاد كان معانا في الجامعة فيه بنات كده أم في نفسها بتحتوي الكل بترقبهم عن بعد بتخاف عليهم مستمعة ممتازة بتاخد قرارات طبعا دي مأوى لكل جريح وأمين سر كل المشاكل العاطفية لصاحباتها وبتقول حاجات من بتاعة الحجاج من وهي صغيرة اللي هو آه ربنا يا ابني يهدس الركم فهي لسه شباب مشكلتها انها ساعات بتغرب منها فعلا بقى وبتأفر شوية فقتليها تبدأ تكلم أمهات صحابك بجد أو تدخلك الفانيلا في الحاجات وانت ماشي أم خالص في عكسها تماما اللي هي الست الكيوت اللي هي طفلة في نفسها طول الوقت برضو بتلبس بينك بس وحاجات بتلمع جليتر بكسافة حاجاتها عليها قلوب كتير أو شخصيات ديزني ساعات تعمل ديفرتين كمان عشان الجو يكمل بتتكلم بقى زي مرحلة الحضانة كنعمل أنواع الدلع المرق يعني تقولك أنا مش أعرف أكل سمك علشان الشوك أو أنت مش سبني الوحدي وقمشي عشان خاف عكسها بقى الست الراجل بالمعنى اللطيف على فكرة الست الراجل دي مش الست المسترجلة دي حاجة حلوة يعني اللي هي معاك كده تحب أفلام المعارك ليها في الرياضة تحب تسافر كحرطة تموت في قاعدة القهوة وبولات الكوتشينة بتاكل أكل ملوث من عربيات سيئة السمعة فعرفش تهري مع صحباتها زي البنات في العلاقات العطفية وأحداث الحلقة 435 من المسلسل التركي والتاني محل على ايدك الشمال في الدور الثالث من المول لا 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 دي معانا دي ست جدا بس نظام التشغيل نفسه رجالي شوية وفي بقى الست المول صاحقة دي اللي شعارها في الحياة هو إن الست زي الجلاش جمالها في ضعفها فتلاقيها يا حرام موافقة دايما وما عندهاش أي رأي في أي حاجة لعبة سلبة مملة كده وملوش طعم بس مضمون وبيجيب جوان تكنيج غريب في العيشة بصراحة يخليك مش عارف تحدد حالتك مرتاح ومتغاز ومتعاطف ومضحوك عليك ومتهرط كده جلاشة فيه الست البتجاز عارف صندوق الشكاوي المقترحات؟ دي بتبقى من غير مقترحات شكاوي بس طبعا دي صاحبة الشعار الكلاسيكي الشهير اللي هو ياميلة بغتياني بيبقى على طول كده معانا في كل حاجة ده شعار الليلة وكل الليلة على طول فيه مقارنة دايما مع القرايب والجيران ومرطات الاصحاب ومرطات الاخوات بيوتهم ستيرهم عربياتهم جنوط العربيات عيالهم المدارس السجاجيد أرداراتهم بوستاتهم على الفيسبوك مقارنة مقارنة وغلوية وبتجاز ومفيش حاجة بترضيها الست دي بقى اللي يتجوزها بجد يبقى ياميلة بغتياني في طبعا الست المتفرجة دي عسل جدا دي بقى اللي انت تقدر تقنعها بأي حاجة في الكون بتصدق أي حاجة يا قلب مها بريئة خالص دي اللي بقى لها خمستاشر سنة تكلمك تسألك انت فين تقول لها أنا عالكبري وربع ساعة وأكون عندك وبتاعة فتقوم هي تسخن الغداء وانت أساساً في السخنة مع أصحابك مثلاً وكل يوم على كده بقى غلبانة بشكل وبتضحك على معظم إفهاتك البيخة عشان خايفة يعيني يكون في إفه حلو هي اللي مش فهمها عبها الوحيد إن قلبتها وحشة قوي ولو قلبت عليك مرة مش هيجيلك نفسه تقول إفه بقيت حياتك عندك الست المفترية دي جبارة بقى ما بتتهدش شخصيتها قوية وصوتها عالية ولسانها أطول ملؤتسترات دي دخلت حياتك علشان انت كسلت تحمل الأنتي فيروس بس بتخش تسيطر على جل حاجة بتليها مسكة الميزانية بتديك مصروفك تحدد موعيد النوم والصحيان أوقات الفسح أماكنها الناس اللي هيجوا والناس اللي لأ تختار لك لبسك رنة موبايلك فيلم الصهرة طبعاً هي اللي تمسك الرموت كنترول وتهنجلك كل حاجة بص من الآخر استسلم انت حتى لو حلمت مجرد حلم انك تأذيها بتقوى حقوق المرأة هيجوا يمصمروك من ودنك في الحيط لأن غالباً الستات اللي من النوع ده بيبقوا واصلين في المواقف اللي زيه دي لازم تفكر برا السندوق عشان احترمك لنفسك يعني قول لنفسك انك انك انت ممسكها كل حاجة علشان تسلت ايدك انت وتشتري دماغك وتقعد بيه في نفسك كده معلش هتقولها كذا مرة قدام الملاية هتحاول هتلاقي نفسك بقية متصالح وظريف وابقى اخد كيس الزبالة معاك وانت نازل ما تتكسفش فيه بقى الستة المثالية حلم كل شاب ليا خليط من مميزات كل الأنواع اللي فاتت دي جميلة جزابة لطيفة شيك زكية ودمقة خفيف محبوبة ومش حقيقية مفيش حاجة كده صدقني لو لقيت واحدة من المواصفات دي اهرب لانها هتبقى غالبا بسم الله الحفيز مش حقيقية مش حقيقية يا جبيل